موسيقى من اليوم رح تبلش الانفراجات طبعا بلشت للتغيير بلشت تغيير بشكل حقيقي طبعا عند كوكب الزهرة صار اليوم ببرج الأسد يعني الأبراج النارية بلشت تحس وبلشت مع الأمور تنفرج بطريقة كتير ملفتة للنظر أو بطريقة ملموسة طبعا هذا الحكي بدوم أربع شهور يا جماعة أربع شهور والزهرة ببرج الأسد يعني الأبراج النارية رح تحقق أكتر من شغلة هنن عم يسعول إلى بعض صبر طبعا إجال الفراج فالفرص أكبر النفسية أرياح يعني الأهداف أكتر طبعا هالفترة هايدي هالأربع شهور بدنا نحكي بصراحة إنه شوي متعبة أو ملبكة لبعض الأبراج وهنن الدلو والعقرب والسود يعني ما في شيء سيء أبدا بس لازم ينتبهوا كتير لازم يكون عندهم مروني أكتر أو صبر أكتر أو طولة بال أكتر يمكن هنن تتعكس معهم شوي الأمور أو تتأجل طبعا الضغط مو سبوه بس المريخ في برج الأسد أو الزهرة في برج الأسد طبعا مع بعضهم لكن وجود المشتري في برج الترابي في برج الثور يعني في فترة ما أنا منيحة لازم نتهيأ له طالما في نحنا أعلمنا بهالفترة لازم يكون شوي نخفف العبء علينا أو نحنا نتعامل بطريقة كتير تكون مرينة وتكون كتير كويسي إن شاء الله يا رب بالأخبار الحلوة للجميع إن شاء الله يا رب رح نبلش بأول الأبراج من قول صباح الخير لبرج الحمل اليوم مزاجي أنت يا برج الحمل بلشت الأمور تصير أحسن مع إنه مزاجيتك ما كتير رائقة أو طالع أنت من فترة السم لبك لو بالفكر لو بالأفكار لو هيك بالأسلوب اللي أنت كنت عم تتعامل فيه أو كان مفروض عليك لازم اليوم تكون مرينة عندك وقت أو قدرة للتقبل النصيحة أو النقد فأنت لازم تبعد اليوم عن أيام شاحنة وتزمت بالرأي يعني ما تتشبس برأيك فكل شي حوالينا ممكن يكونوا يعني ينصحونا ويكونوا فعلا هنن رأيون أحسن من رأينا فأنا بتمنى يكون عندك هالمروني اليوم يا حمد اليوم على الأقل يعني بداية لفترة إن شاء الله منيحة إلك ولكل الأبراج النارية صباح الخير يا برج السور اليوم عندك أحداث منيحة وأحداث كتير علاقات جديدة فعندك فرصة اليوم إنك تثبت وجودك أو يعني قرار يعني تعرف توضح شو بدك شو عليك شو معاك فالأمور اليوم أنا بعتبره للثور إيجابية أكتر ما هي سلبي بس بشوية تروي وبشوية اتزام صباح الخير يا برج الجوزة اليوم عنده طاقة اليوم طاقتك كتير كبيرة كتير حلوة عندك اليوم يا عزيزي مساندات أنت بتساند حدا حدا بيساندك أنت بتساعد حدا بيساعدك أي كان فأنت كتير أمورك اليوم إن شاء الله يا رب عنوانا النجاح وعنوانا الانفراج فأنت مشغول البال يمكن لقضية أنت عم تشتغلة أو عم تساهم بحلة أو عم رأي تساعد حدا فيها فخليك مثل ما بنعرفك يا جوزة مع كل شيء أنت مجغول مع كل شيء ملبعك مع كل شيء قليل خليك تعلو وشك هالضحكة أو هالابتسامة فاليوم بمر بإيجابية أنا برأيي صباح الخير يا برج السرطان اليوم أنت ملبك طبعا صلى كمين ثلاثة يملبك كأنه في شيء شغلك شيء بيخص العيلة شيء بيخص الميزانية تحديدا ما عم تثبط ميزانيتك يا عزيز متل ما بدك انتبه وكن حذر اليوم بتمنى كتير كتير أنا طبعا بنصحه لبرج السرطان ينتبه على الدعاء الفاظه يعني خدنا برحمتك شوي وخصوصا للمقربين منك فكلمتك كتير اليوم إلى صدق برج الأسد صباح الخير يا برج الأسد اليوم طاقطك ضعيفي وكأنه ما لك مرول على الشغل ولا على أنك تقول مرحبا لحدا إحساسك أنك مظلوم أنك ما عم تاخد حقك عم تفدم عم تقدم عم تتعب بس بدون مقابل فعندك برود اليوم بالهمة متبه أنا برأيي أنك تاخد فعلا إجازة وتبعد عن الجو اللي حولك مشال ما تزعج حدا ولا حدا يزعجك بس اليوم يا أسد بكرة أو بعض الظهر بتصير الأمور بتجنة فاستعد لقلة برج العزراء صباح الخير يا برج العزراء اليوم طاقطك عالية بعود اليوم عن هيك عن المثالية إنك ما تاخد الشغلة متل ما بدك وبس أو لا ترسم خطة وخلص ما بصير تزيح عنها خليك مرن شوي وخد وعطي واسماع أكتر ما تحكي ويمكن تعجبك الأراء اللي حولك يمكن ما بعرف إن شاء الله خير تمام لبرج العزراء وصلنا لعندي الميزان صباح الخير يا ميزان شوية لبكيك شوية ربعك أنت معنك صحياني كثير كثير للمحيط اللي حولك تحديدا عندك حدا يكون سبب لبكتك تخليك هادي ممكن حدا من الولاد من العيلة يعمل هيك قصة فأنت طاقتك للتحمل ما كثير قوية فتمنى كثير كثير تاخد حذرك من هالموضوع فخليك هادي ومتزي مشان على الأقل يكون حكمك عادي رجل عقرب صباح الخير يا عقرب ماليا تعبان صلك فترة قلق عندك خوف عندك خوف من الجاي فعلا أنت بفترة يا عقرب لازم كثير تكون واعي وكثير عامل توازن أو خطة ودارسة منيح منيح ماليا ما كثير منيح ممكن تتأجل عندك عقود أو مشاريع أنت عم تمشي فيها أو ممكن يكون موعود بمبلغ هالمبلغ ممكن يكون بداي للشيء أنت كثير كنت حاسبة منيح وممكن يتعرقل فعادي يا عقرب إذا عدلنا الدهر يكون يوم معنا يوم علينا فشوية هدوء يا عقرب أنت الربحة برجل قاوس صباح الخير يا قاوس الأمور اليوم أحسن طبعا أمورك إيجابية وخصوصا عاطفيا فاليوم للكلمة الحلوية للكلمة هيك بتترك صدى بإدنك كثير حلوية اليوم ناجح بكل شي انتبه على الميزانية ما كثير تصرف أكثر من اللازم فخليك حاسب حساب أنه اليوم لازم نصرف وبكرة كمان لازم نصرف وإلا يومك إيجابي بإمتياز صباح الخير يا برجل جدي اليوم القمر عندك طبعا تملك طاقة يمكن غيرك ما بيملكها بلشط الخطوات تصير أحسن أنت رائر أنت بلشت تفكر صح هذا لا يعني أنه أنت ما كنت صح بس كانت تزعجك أمور كثير أنت تحملها أو تحس بحالك أنه المحيط عم يشحنك بطريقة مستفزة اليوم لا بتصير أحسن يعني تمروني أكثر طاقة أكبر اليوم للعلاقات للنقاشات وكأنك عم تحط نقطع الحروف وخصوصا شي بخص المال صباح الخير يا دلو اليوم مزاجك شوي ما نومنيح حساسك بتعب عندك نوع من كأنه حاسز أن الظروف أو القدر عم يقمعك انتبه من الأجواء اللي حولك برأيي أنا تبعد عن أي شي اسمه مشاحني وشان ما تاخد طاقة سلبي لأن الفعلا اليوم مزاجك ما نومنيح وممكن تحكي كلمة تخرب الدنيا علينا آخر الأبراج وبرج الحوت صباح الخير يا حوت اليوم للعلاقات للتغييرات عم تندمج بأجواء عدي يعني ممكن تكون في غرباء أنت عم تدخل بمناقشته عندك شعور بالسعادة والفرح آخر النهار وكأنك بتحس بشعور بردة هاي الأخبار كلها للأبراج إن شاء الله يا رب يكون الكل أخذ النصيحة مني بتمنى الخير للكل إن شاء الله يا رب الخير للجميع وأكيد مباشرة رح ننتقل مع السيدة فريال إبراهيم للإحسابات أي حدا حابب يعرف أكثر عن المستقبل أنا أكيد بدي ذكر الجميع أنه بدنا المعلومات بدنا الإسم اسم الأم وأيضا المواليد أكيد مثل العادة فيكن تكتبو لنا استفساراتكم عبر البث المباشر موجود عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا ناطرين مشاركاتكم عبر الواتساب على الرقم 094-521-053 أما اتصالاتكم فهي على أرقام الهواتف الأرضية 245-217 245-218 وازمي لتنا نبيلة الشريقي عم تستقبل اتصالاتكم لليوم ورح نبلش مع أول مشاركة عبر البث المباشر إيفين بنت منيرة منيرة بالألف الممدودة موليدة 4 تموز 86 حابة تعرف عن حظوظها بالحياة بشكل عام والله يا إيفين يسعد صباحك عم تقولي أنه حظي ما حلو حظي ما نومنيح أنا كتير واحدة منيحة برجك عقرب العقرب دائماً بيشكي هالشكوال أنه فعلاً بيحس بحاله أنه عم بيخدم وعم يقدم مساعدات ومساندات أما إذا وقع ما حدا بيساندو بس بشكل عام إيفين ما بيصح إلا الصح طالما أنت نيتك سليمي ونيتك منيحة وعم تقدمي بدون مقابل فالأمور إن شاء الله بالأخير بتنعكس عليك كتير صح إيفين بيني وبينك ما بخاف أنا عم برجل عقرب وفصوصها للأنثة فهي قادرة تصنع من الله شيء شيء قادرة عشا دائد قادرة تسببت وجودها لو بلشت من الصفر أكتر من المرة هذا لا يعني إنه أنا عم بحمل لك كتير كتير لا بس أنا عم أصف لك حالتي بس أنا برجع بقلك إنه أنت قادرة من الأول وتكوني صح فكتير إنتي محطة أنظار حسد دي قطعين غيري فهذا السبب بس وإلا ما في أي شيء تاني اتمنى لكي الخير يا إيفين يا رب كل الخير والتوفيق لإيفين أيضا معنا مشاركة عبر الهاتف سناء صباح الخير مرحبا أهلا وسهلا تفضل يا سناء بس لو سمحت ببيتسأل على أخي أحمد ابن ورصة بسي منادات ماري واحد تموت 58 وضع المالي العاطفي العائلة الصحي لو سمحت تكرى معيونك تكرى معيونك أهلا وسهلا فيك يا سناء أحمد ابن وطفة المنادة ما بعرف فنسي ماري ماري أحمد برج القوس أحمد كتير حباب كتير طيوب بس ما بعرف ليش بيعمل صاح بتنقلب عليه غلط يعني يمكن هو أسلوبه شوي بيسعلي زيادة نفكر حاله أنه كل الحوالي هو يمكن كلنا نفكر حالنا نحن الأفهم نحن الأوعان نحن الأنجاح أو منتمنى بس نحن ما نزيده شوي عن حدك يا جماعة كل شي بيزيد عن حده بيقلب ضده أحمد يمكن حفر على حاله فكان فيه بيمتص كان فيه بيتغاض كان فيه يعني بيعطي أعزار تبريرات للي صار معه بأي شغل بس أنا ببشره لأحمد أنه جايته أربع شهور لازم يغتنم فيه أكتر من فرصة جايته بلشت لأمور تصحح بلشت لأمور تصير أحسان بلشت لحظوظ تضحك له بتمنى له كل خير لأحمد والأمور جاي كتير منيحة كمان عنا استفسار عبر الواتساب بيوليت بنت ليندا اتنين اه بتنين وستين عن الصحة وإذا عندها سفرة بس على زواج في عنا مشاركة ثانية بس أنا بدي أعتذر رح أخذ بس فقط من كل شخص لأنه بيوليت وراحت يلا سواني ليندا بنت بيوليت عفوا بيوليت بنت ليندا تمام حابة تعرف عن الصحة وإذا عندها سفرة بس على زواج إن شاء الله ميزان على فكرة برج الميزان بيضل أخذ حزره يمكن من كتر ما نوحساسه بياخد حزر يمكن بيكون خايف إنه بيوقع فيه فوقعت الشاطر بألف ما بتوقع إن في زواج أو سفر من ورا زواج أو سفر وبعدين من الزواج ما بتوقع أبدا أبدا هالفترة فشوي طول تبال وإن شاء الله يا رب العالمين بتنالي اللي بدك يا أمور صحة منيحة يمكن أكتري توهم أو عندك وسواس حاول يخففه شوي من حد تفكيرك بدليها التشاؤم بالتفاؤل بتصير الدنيا حلوة إن شاء الله يا رب بتمنالك كل الخير يا بيوليت إن شاء الله يا رب كل الخير لبيوليت أيضا بشرة بنت زهرة موليدة أربعة أيار ستة وثمانين كمان حابة تعرف عن الحظوظ بشكل عام بشرة أيام مزاجي تكليل بتحكم فيك أيام بتفيقي رائقة مع أحلاكي يا لطيف عندك النشاط الحركة انطلاقة وأيام العكل تماما ما بتحبي التعب حالك ما بيجي شي بلا تعب يا بشرة يمكن روحت عليك فرصة أو هسيني هذي تحديدا من بدايتها خاب أملك بشغلي أنت كنت فكرتيا أنه يعني مشروع ما بعض شو بدي يسمي إن كان ارتباط إن كان بيع إن كان شراء إن كان نشغل بس يمكن خاب أملك بالناس اللي أنت ما اعتمدي عليين أنا نصيحتي لالك يا بشرة دائما وأبدا تعتمدي على نفسك وما تصدق فول ما تشفيه بالمكلول يعني ما تسمعي والله وتعيشي باللي تسمعي حاول لمسي بالأول وبعدين بني أحلامك أو أفكارك عشي أنت بتلمسي بتمنى لك كل خير يا حبيب معنا مشاركة عبر الهاتف صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا تفضلي بدي اسأل رفيدي يلا فاتن بالترياق فاتن بين الترياق 15-11 تمام 82 عن المال والصحة والعمل تكرم عيوني مني أسأل أنا هلا أنا متمنى الصراحة فينا نأجلها لأنه لدينا كثير من المشاركات حقيقة يلا مرة ثانية إن شاء الله بنسمع صوتك الحلو أهلا وسهلا بيباك فاتن بنت ترياق عم تسألني عن أحوال يمكن المالية بيخصة أكتر شي هي برجع زراء ترابي إلى فرصة بس تحاول يعني تكون معتدلة بالحكم على الظروف الممكن تصيبها يعني الاعتدال الخير منتر بيقولوا الأحكام فصحية عم تشكي وتتأفف إنه تحملت وأنا كذا وأنا 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 فكلنا أحيان نقدم خير ومنشعر فيه أو مننطر المقابل فكلنا من لازم يكون عندنا هالإسلوب يا جماعة إنه نحنا كمان الروق كثير ونعرف بحالنا إنه ما في غيرنا بيقدم خير وفي غيرنا يمكن بيقدم أكتر بس ما بيشكي بس البرج العزراء تحديدا بحس لأنه لازم ياخد حقه فوره شوية هدوية فاتن والأمور كتير إن شاء الله بتصير منيحة وخصوصا مالية أيضا مشاركة من مريم بنت فاطمة 22 92 عن الحب وعن حياته بشكل عام حب يا مريم آخ منك يا مريم مريم برجل أسد أحيان يمكن أنا سبق وحكيت دائما وأبدا بكرر يا جماعة ثقة بالنفس كتير حل بيخصوصا للأنسة أنا بحبها كتير كتير بس ما تتجاوز يا حدودة مريم تجاوزنا يمكن حدودة بهالقضية هاي ما أعطيتي فرصة للطرف الثاني يمكن فاتي أكتر من فرصة بس إسا تتعوض يا مريم الأمور كتير منيحة حاولي أنت غيري من نفسي فرصتك تجي لها عندي وهلا مثل ما حكيت من بداية البرنامج أنه قلت أنه الأبراج الناري يا جماعة عندهم أكتر من فرصة عندهم ارتباط عندهم فرصة حلوية عندهم حسم بعدة قضايا وخصوصا العاطفي إن كانت فرقة لصالحة وإن كانت ارتباط لصالحة فالأمور كتير منيحة فاستعدي لإليه يا عزيزتي مريم أيضا نمكملين مع المشاركات واتصال من حوراء صباح الخير مرحبا هلا يا حوراء كيف تخالت تمام الحمد لله أنت كيفك مريم حرص قدير بديسعل عن خالي وتاتا اتنين سوا لا أكد لا يعني أصدي حبيبتي أنه بناخد الاسمين خلينا ناخد اسم واحد شو رأيك وخاله لمرة تانية ما سألنا عنه المرة الماضية لا والله بس والله يا خالت وما يعلق يلا حبيبي تكرمي يلا تكرمي شو اسم خاله محمد ابن أميرة سبعة تمانية أيوة الف وتسعمية وتمانية تكرم عيونك وشو اسم التاتا بس خالي عن العمل وبرج السامق يلا تكرم عينك وعينه وتاتا ايه يا حوراء أميرة بنت عزيزي واحد واحد الف وتسعمية وتستين عن الصحة طيب تكرم عيونك يروح لا موقع أهلا حوراء ايه يا حوراء عم تسمعيني خاله محمد أمور إن شاء الله كتير منيحة تعب شوي بس الفترة هايدي كتير منيحة بيصير معه مصاري بيحبك خاله كتير كتير يخلي لك خاله يا حوراء أموره منيحة حبيبي ما تاكل يهمه يمكن عنده تغيير مشروع أو تغيير شغل أو شغل جديد والأمور إن شاء الله لصالح خاله محمد الله يخلي لك يا روحي تاتا أميرا بنت عزيزي برجال ميزان بتحبك كتير كتير يا حوراء وإنتي قدش مانك حلي وحبابي ما بعرف يا أميرا أعفون يا حوراء تاتا أميرا ما أنا مرضاني بس شوي قليلا بتقلك خالته خففة لا تكون كتير حدي لا تكون كتير كلماتك نصائحك زايدي زايدي يعني الأمور منيحة لتاتا أميرا ولخاله محمد يخلي لعينك يا حوراء كمان مشاركة عبر البس المباشر صفاء بنت سعاد عشرة نيسان خمسة واثمانين حابة تعرف عن الحظوظ بشكل عام صفاء بنت سعاد يشعر صباحك يا صفاء إن كانت سبق وأخذت أنا اسميك بس على كل حال رح أرجع أقول لك أنت برجك الميزان لا تكوني حساسي زايدي لا تكبر الأمور لا تعطيها أكثر من حجمة يا صفاء من التعب لا تطلعي لورا خلص طلعي لقدام وانتهينا من الماضي حاولي قدر أمكانك تنسي الماضي تنسي اللي صار تنسي صدمتك صدمتيا بالماضي خلص طلعي أنا برأي بالمنظر اللي بيدلة المستقبل فكتير ترتاحي أنت حساسي كتير بتغاري كتير حسيني الظن يا صفاء بترتاحي كتير منالك كل الخير حبيب أكيد لهون منوصل معك 6 في ريال لختم برنامج الأبراج لليوم بديعتذر من باقي المشاركات أيام قادمة وأكيد إن شاء الله بتكون معكم 6 في ريال شكرا لوجودك معنا إن شاء الله يعطيك العافية أيضا شكر لكل حدا عم يتابعنا عبر أثير إذاعة أمواج FM أو أيضا شاشة قناة أوغري تظلوا بخير يا رب باي باي اشتركوا في القناة